أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمحروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تخني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم إن ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورٌ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمي يا رب العالمين أيها الإخوة مر معنا في الدرس الماضي ما ألزم الله تبارك وتعالى به الأمة المؤمنة من أن تكون فيها فئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وهذا يدل على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كيان المسلمين وفي كيان هذه الأمة والله سبحانه وتعالى بيّن أنه من صفات عباده المؤمنين وأما المنافقون وأما الكافرون فإنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والاعتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر هذا واجب اجتماعي جعل الله سبحانه وتعالى فيه نجاة الناس والمجتمع من شرور كثيرة وهو دليل على محبة الخير ودليل على الرغبة في الاستقامة ودليل على إنكار ما يخالف ذلك فالله سبحانه وتعالى أمر الأمة المؤمنة به وهذا أيضاً أيده رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه هذه الآية الأولى التي معنا في هذه الليلة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون هذه الآية تبين أخص خصائص هذه الأمة المحمدية خص خصائصها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهذا هو سبيل النجاح وهذا هو السبيل إلى محبة الله تبارك وتعالى تؤمنون بالله تؤمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيمان بالله تبارك وتعالى ولو أن أهل الكتاب كما قال الله آمنوا لكان خيرا لهم ولكنهم لم يؤمنوا ولم يلتزموا بشرع الله تبارك وتعالى وتركوا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا دليل على ما تتميز به هذه الأمة المسلمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإذا تخلت عن ذلك فقدت الأمر الذي ميزها الله تبارك وتعالى به كنتم خير أمة ربط الله خيريتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى نعى على أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون وأنهم تركوا ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى أنصفهم قال منهم المؤمنون ليسوا جميعا على هذا النحو من ترك أمر الله ومخالفة مراده ولكن منهم المؤمنون قلة وأكثرهم فاسقون والعياذ بالله خارجون عن عهد الله وعن مراده لن يضروكم إلا أذى وهذا فيه تطمين للأمة المسلمة أن هؤلاء الأعداء الذين يحادون الله ويضادونه ويحاربون المؤمنين ويؤذونهم قال لن يضروكم يعني لن يلحق بالمؤمنين منهم أذى بالغ إنما هذا أذى يحصل لهم في وقت من الأوقات وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين إن صدقوا وأخلصوا وعدهم بالنصر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار يعني أنهم ينهزمون ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وهذا إخبار عن اليهود خاصة ضربت عليهم الذلة الخنوع والخضوع والجبن ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا في أي مكان وجدوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس يعني بقدر من الله سبحانه وتعالى وبمعاونة من الناس كما يحصل هذا كما نرى الآن ما يحصل في فلسطين جبناء لكنهم لا يقومون ولا يستطيعون أن يتصرفوا ولا أن يفعلوا شيئا إلا بمساندة أعوانهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله رجعوا بسبب ذنوبهم التي ارتكبوها ومخالفاتهم رجعوا بغضب من الله والعياذ بالله باءوا بغضب من الله ماذا بقي لهم بعد غضب الله سبحانه وتعالى عليهم وضربت عليهم المسكنة الخنوع في كل أطوارهم وفي كل أحوالهم حتى وإن أظهروا القوة وإن تظاهروا بها لكنهم في داخلهم أذلاء لكنهم في داخلهم جبناء كما قال الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا في أي مكان وجدوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة لماذا؟ لماذا ضرب الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم؟ عقابا لهم قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وهذا أعظم ذنب الكفر بالله تبارك وتعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق هل هذه الجريمة التي التصقت بهم وعرفوا بها ولم تكت توجد عند أمة أخرى هي أنهم قتلوا أنبياءهم كانوا يقتلون الأنبياء قال يقتلون الأنبياء بغير حق قوله بغير حق هذا لا يعني أن قتل الأنبياء في بعض الأحيان يكونوا بحق لا إنما هذا بيان للواقع أن قتلهم هذا جرم عظيم ليس له ما يدعو إليه ولا ما يوجبه يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كل هذا الذي ضربه الله سبحانه وتعالى عليهم وأذلهم به بسبب عصيانهم وبسبب مرتكبه ليسوا سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين سبحان الله هذا الإنصاف العزيز الذي لا يوجد عند الخلق بهذا موجود في كتاب الله وهو من فضل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا والله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم ولا يحب البغي الإنصاف هذا سمة في كلام الله تبارك وتعالى وسمة من سمات هذا الدين الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يقول ولا يجرمنكم شناءان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى حتى الذي تبغضه لا يجوز لك أن تظلمه لا يجوز لك أن تظلمه هذه الفئة التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها ووصفها بأوصاف المؤمنين هم من أهل الكتاب لكنهم أسلموا هؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب تخلقوا بأخلاق الإيمان وبأخلاق أهل الإيمان فأصبحوا يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى أوفى الجزاء لأنهم آمنوا بالله والتزموا بشرعه فالنعي على أهل الكتاب والتشريع عليهم وإن كان هو الأمر الظاهر إلا أن هناك فئة قليلة منهم آمنت فاستحقوا الثناء فاستحقوا الثناء لأنهم آمنوا بالله والتزموا بشرعه فالتحقوا بصف المؤمنين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثم تأتي الآيات تبين أن هؤلاء الذين كفروا مهما بغوا وطغوا وتمكنوا في هذه الدنيا واكتسبوا من الأموال وحازوا الأشياء الكثيرة فإن هذا لن يغني عنهم عند الله سبحانه وتعالى شيئا إن الذين كفروا وهذا شامل شامل لكل أصناف الكفار أهل الكتاب اليهود والنصارى وشامل للمنافقين وشامل للمشركين وشامل للملاحدة كل هؤلاء كفر كل هؤلاء كفر في ميزان الإسلام إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا في يوم القيامة هذا كله لا يغنيهم شيئا ولا يدفع عنهم جناح بعوضة وأولئك أصحاب النار هم فيها قاردون توعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا العذاب الأليم في الآخرة هذا لمن؟ لمن لم يتب ولم يدخل في دين الإسلام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي لا يسمع بي أحد يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار هذا جزاء الوفاق في يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا أعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا يأتون في يوم القيامة في يوم الحشر وليس لهم من أعمالهم الصالحة شيئا لماذا؟ لأنهم قد استوفوا أجرها في الحياة الدنيا إما بمصالح قاسة وإما بالرغبة في الظهور وإما بالرغبة في مدحة الناس والثناء وهذا كله يحصلونه في الدنيا ثم يأتون إلى يوم القيامة وليس معهم شيء من هذه الأعمال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم قال تبارك وتعالى مبينا عاقبة أعمالهم وأن أعمالهم هذه ستكون هباء منثورة مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ما ينفقونه من الأموال في الصد عن سبيل الله ما ينفقونه من الأموال في التعالي ما ينفقونه من الأموال في الظلم والبغي قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر ريح شديدة فيها برد شديد وهذا أقسى أنواع العذاب أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم هذه الريح الشديدة مع البرد الشديد إذا أصابت الزرع أحرقته أحرقته فالله سبحانه وتعالى يمثل لضياع أعمالهم في الدنيا وأنها تصبح هباء منثورة كمثل الزرع الذي تصيبه الريح الشديدة التي فيها البرد الشديد القارس عندما تأتي إلى الزرع فتحرقه فلا يبقى منه شيء كذلك هؤلاء لا يبقى لهم من أعمالهم شيء كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون هذا الذي يصيبهم ليس ظلما من الله سبحانه وتعالى وحاشاه إن الله كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم ولا يظلم ربك أحدا لكن هؤلاء استحقوا الجزاء هذا عدلا وفاقا لما فعلوه فلذلك لا يظلمهم الله تبارك وتعالى وإنما يعاملهم بما يستحقون ثم الله سبحانه وتعالى هنا ينبه الأمة المؤمنة هؤلاء المؤمنون يعيشون في الدنيا وقد تختلط مصالحهم مع مصالح هؤلاء الظلمة الفجرة الكفرة يعاشرونهم يعاملونهم يساكنونهم يجاورونهم يحصل ذلك في أحيان كثيرة أو أن المؤمنين يحتاجون إلى أن يخدمهم هؤلاء في أعمالهم حتى في الدولة في الدولة المسلمة الله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين من مكر هؤلاء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم البطانة الخاصة القريبة البطانة الخاصة القريبة وأقرب من إليك من تستشيره من تأمنه من تثق برأيه فالله يحذر المؤمنين من أن يتخذوا هؤلاء من دونكم يعني من هؤلاء الكفار أن تتخذوهم بطانة يعني توادوهم تساروهم تطلعوهم على أسراركم على أخباركم تطلبون منهم النصح هؤلاء لا يسوء أهلا لذلك لا يألونكم خبالا لا يتورعون لا يحبون لكم الخير يريدون لكم الهلاك يريدون لكم الوبال لا يريدون لكم خيرا لأنهم قد كفروا بالله سبحانه وتعالى أنكروا حق الله عليهم فكيف بهم يحفظون حقوقكم أنتم فالله سبحانه وتعالى يحذر الأمة المؤمنة من هؤلاء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم رغبتهم وميلهم وما تنطوي عليه نفوسهم أن تقعوا في العنت أن تهلكوا أن تفشل خطتكم أن تضعفوا ألا تنتصروا هذا هو رغبتهم هذا أملهم ودوا ما يوده الإنسان هو ما يرغب فيه بشدة ودوا ما عنتم الشيء الذي يلحق بكم العنت والأذى والضر هذه هي رغبتهم وهذا محبتهم قد بدت البغضاء من أفواههم كيف تبدو البغضاء من أفواههم من فلتات ألسنتهم في بعض الأحيان بالشتم بالتحقير بالاستهزاء كما كان يحصل من هؤلاء المنافقين واليهود في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يستهزئون بالرسول ويستهزئون حتى بأصحابه عندما كانوا يقولون عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني لما أذينا مع الرسول حواريه هؤلاء الذين يأخذون عنه ويقرؤون القرآن وانقطعوا للعبادة ولطاعة الله ولرسوله يقولوا ما رأينا مثل قرائنا هذا أرغب بطونا وأجبنوا عند اللقاء يعني يحبون الأكل فقط لكن في المواقف الحروب جبناء كانوا يقولون هذا فالله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على مقولتهم هذه فلما واجههم قالوا وَلَأَنْ سَأَلْتَهُمْ وَلَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ الله ألا تجدون شيئا تتلعبون به وتتلهون به وتقضون به أوقاتكم تقطعونها به إلا الاستهزاء بالمؤمنين الصادقين وانتهاك أعراضهم بهذا الكلام وَلَأَنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ هذا العمل عمل كفري عمل كفري فهؤلاء هم هم في كل زمان ومكان لا يمكن أن تتوقع من كافر مبغض لله ولرسوله أن يحبك أن يودّ لك الخير أن ينصح لك لابد أن تكون منه على حذر ودوا ما عنيتم قد بدت البغضاء من أفواههم المتتبع والمتأمل يلحظ ذلك في فلتات ألسنتهم في بعض الأحيان لكن ما هو أعظم من ذلك كما قال الله ما تنطوي عليه صدورهم وما تجتمع عليه قلوبهم من البغض والحقد والكراهية ومحبة الشر للمؤمنين والسعي للإيقاع بهم ولإلحاق الضرر بهم هذا كله ما تنطوي عليه قلوبهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر هذا كلام ربنا تبارك وتعالى ليست استنباطاً ولا اجزهاداً من أحد الله سبحانه وتعالى يقول قد بينا لكم الآيات هذا الكلام الثابت الحق الذي قاله رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما تنطوي عليه الجوانح وما تكنه الضمائر هو الذي قال الكلام هذا قد بينا لكم الآيات تنبيه كامل وتوضيح قد بينا لكم الآيات لا تنخدعوا قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون العاقل الرشيد إذا علم بذلك لا يمكن أن يقدم عليه ولا يمكن أن ينخدع بأهله إن كنتم تعقلون يعني إن كانت لكم عقول صحيحة فإنها ستردعكم فإنها ستدلكم على أن ما قاله الله هو الحق الذي يجب عليكم الاستمساك به فلا تأمنوا لهؤلاء الكفار ها أنتم أولئك تحبونهم تحبون لهم الخير تعاملونهم بالإنسانية والمحبة ولا تظلمونهم في الدنيا هذه هي شعائر الإسلام فيما يأمر به أتباعه مع هؤلاء مع الكفار جميعا أن لا يظلموا أن يحبوا لهم الخير إن الله لا يرضى لعباده الكفر ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر يحب منهم أن يكونوا مؤمنين كذلك المؤمنين ها أنتم أولئك تحبونهم تودون لهم الخير ولا يحبونكم هم لا يريدون لكم الخير ولا يمكن أن يتقع محبتكم في قلوبهم ولو أظهروا لكم شيئا من هذا بألسنتهم فما تخفي صدورهم أكبر كما قال الله تبارك وتعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم هذا فارق وتؤمنون بالكتاب كله ما معنى تؤمنون بالكتاب كله يعني تؤمنون بكتب الله كلها التي أنزلها وهذا ركن من أركان الإيمان ركن من أركان الإيمان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره الإيمان بالكتب التي أنزلها الله ركن من أركان الإيمان من أنكرها حتى لو جاء بالأركان الأخرى فلا إيمان له فنحن المسلمون نؤمن بهذه الكتب نؤمن بكتبهم أن كتبهم هذه التوراة والإنجيل كتب أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى نحن نؤمن بهذا مع إيماننا بكتابنا وهم لا يؤمنون وتؤمنون بالكتاب كله تأكيد أنكم تؤمنون بكل هذه الكتب وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون بها هم يعتقدون أن هذا القرآن باطن وأن هذا الدين دين لا يصح وأنهم هم أهل الحق وأنهم أهل النجاح عند الله تبارك وتعالى وكما يقولون هم شعب الله المختار إلى آخر ما ما هنالك من الأضاليل والأباطيل تؤمنون بالكتاب كله وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا النفاق هم أساسه إِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا آمَنَّا نحن معكم دخلنا في الدين وَإِذَا لَقُوْكُمْ بِأَنْفُسِهِ أو غَابُوا آمَنْكُمْ وَإِذَا لَقُوْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنْ الغَيْضِ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ ها؟ حَتَّى وَإِنْ كَذَبْتُمْ عَلَيْنَا وَقُلْتُمْ إِنَّا مَعَكُمْ وَآمَنَّا لَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى يَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاةِ الصُّدُورِ مَا تُكِنُّهُ الصُّدُورِ وَمَا تُخْفِيهِ الضَّمَائِرِ يَعْلَمُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فَإِنْ كُنْتُمْ قُلْتُمْ هَذَا حَقًّا وَصِدْقًا فَلَنْ يَضِيعَ عَندَ اللَّهِ وَإِنْ قُلْتُمُوهُ عَلَى سَجِيَّتِكُمْ وَعَادَتِكُمْ نِفَاقًا وَبُغْضًا وَكُفْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ كُفْرًا بِاللَّهِ وَعَدَوَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تُكُنُّهُ صُدُورُكُمْ لا يخفى على الله شيء إن تمسسكم حسنة تسؤهم هذا استمرار في بيان حال هؤلاء الكفار وما ينبغي للمؤمنين أن يتنبه إليه من البداية لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يتمنون لكم الشر ودوا ما عنتم يرغبون في أن يوقعوكم في العنت ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ثم بعد ذلك يخالفونكم أنتم تحبونهم وهم لا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون بهذه الكتب التي أنزلها الله إلا بكتابهم هم ثم بعد ذلك منافقون كذابون مخاتلون مخادعون إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليهم بذات السدوم أيضا من السمات والأوصاف التي يجب أن يتنبه لها أهل الإيمان في هؤلاء الكفار في عداوتهم قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم إذا جاءكم أمر تفرحون به أمر خير المفترض أن الذي يصدقك والذي يصادقك والذي يحبك أنه يفرح لفرحك يفرح لفرحك هذه هي سمة المؤمنين أن تفرح لفرح أخيك المؤمن وأن تحزن لما يضره وما يسوءه هذه هي سمة الإنسان المؤمن لكن هؤلاء لا إن تمسسكم حسنة صابكم خير من الله سبحانه وتعالى تسؤهم تسؤهم يتغيضون ويتغيرون ويزيد كفرهم وعنادهم وحسدهم وحنقهم على المؤمنين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها إنسان معرض للمصائب والابتلاء في هذه الدنيا فإذا أصابتكم سيئة مصيبة فرحوا بها يعني على العكس من حال المؤمنين ومما يجب أن يكون عليه الإنسان المنصف المحب حقيقة لغيره أنه يفرح لفرحه ويحزن لحزنه لكن هؤلاء على العكس يحزنون لفرح المؤمنين وما يصيبهم من الخير ويفرحون لما يصيبهم من الشر والبلاء والمصائب إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها هذا يفرحون تنشرح صدورهم لهذا ويقولون هذا سيأتيهم ما هو أشد ونعم دعوهم هكذا سنفعل بهم سيحيقوا بهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا مع ذلك هذا أمر محتمل محتمل أن يوجد لك أعداء وأن يوجد لك من يناوئك يفرحوا لحزنك ويغتم لفرحك هذا أمر موجود في الدنيا لا تكاد تخلوا منه الحياة الدنيا لكن إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا المهم أن تعلموا أن تعلموا أوصافهم أن تحذروا منهم احذروا هم هم العدو فاحذرهم كما قال الله هم العدو فاحذرهم أن تعلمهم ولو أصابكم شيء من أعراض هذه الدنيا إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى إن تصبروا وتتقوا يعني أن تعتبروا هذا من قدر الله سبحانه وتعالى وتصبروا وتحتسبوا رجاء الأجر لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط كل أعمالهم هذه السيئة عند الله سبحانه وتعالى مدونة لا يغيب منها شيء وسيحاسبهم الله عليها هنا أيها الإخوة لا بد أن نقف عند هذه الآيات وما قد يستفاد منها من الأمور التي قد يغفل عنها كثير من الناس من هذه الأمور التنفير من أخلاق هؤلاء اليهود وهؤلاء الكفار يجب على الإنسان المسلم أن يتباعد عن هذا الله سبحانه وتعالى بيّن هذه الأخلاق ونفّر منها هذه أخلاق الكفار أخلاق الكفار أنهم يتربصون بالمؤمنين أنهم لا يحبون المؤمنين أنهم يتمنون الشر لهم أنهم لا يحبون أن يصيبهم خير إن أصاب المؤمن خير حزنوا وإن أصابه شر فرحوا هذه أخلاق الكفار فالمؤمن أو المنتسب للمؤمنين الذي يتخلق بهذه الأخلاق ينخرط مع من؟ مع هؤلاء الكفار ومع هؤلاء الأعداء وقد يوجد في مجتمعات المسلمين وبين ظهرانيهم ممن ينتسب إلى الإسلام من يتخلق بهذه الأخلاق فتراه يغدر وتراه لا ينصح وتراه ينطوي جوانحه على الكيد والبغض لإخوانه تراه لا يحبهم في الوقت الذي قد يحب أعداء الله يبغض أخوانه وكذلك أيضا تجده يفرح لما يصيب الإنسان المسلم المسلمين ويسر عندما تصيبهم المصائب وتقع بهم البلايا والفتن هذه من أخلاق الكافرين عندما يتخلق بها أحد ممن ينتسب إلى الإسلام فهو منخرط معهم الله سبحانه وتعالى عندما يذكر هذه الأخلاق هي في الأولا لكشف وبيان حال الكفار وما يتوقع منهم للمؤمنين لكن هي في ذاتها تنفير من هذه الأخلاق ومن التخلق بها ومن التزامها والعمل بها للمؤمنين المؤمن يجب أن يبتعد عن ذلك ألا يتخلق بشيء من هذه الأخلاق حتى ولو دعته نفسه لبغض إنسان معين أو لما يقع بين الناس يقع بين الناس شيء كثير عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى عليه أن يلتزم جانب العدل عليه أن يتذكر أن هذه الأخلاق وهذه السمات إنما هي أخلاق الكفار وليست من أخلاق المؤمنين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط بسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يهدينا سواء السبيل وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان على أعدائهم وأن يعلي راية الحق والدين إنه على كل شيء قدير اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين من عدوهم اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين من عدوهم في كل مكان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين